مفيش مدرب هيلائي حد هيكسبه ويقعده احتياطي ممكن يبقى مخطئ في وجهة نظره ولكن هو في الاول وفي الاخر شايف انه دول انسب 11 هو لو ما بيحبش كريم وكريم هيكسبه هيلعب كريم صح شفت؟ فعشان بس تبقى الناس فهمة ان الموضوع مش شخصي لا الموضوع عادي جدا وانا لو ما بيحبش فلان وهيكسبني لعلع حصلت معك قبل كده دي؟ كتير جدا ان كان في مدرب مثلا ما بيحبش احمد سمير بس هلعبك عشان انت المهم عندي لا انا الحمد لله كنت من اللعيبة يعني انا بحب اهرج وبحب اتحك كان صعب انه مدرب يكرهني او بحبنيش حتى خبك انا التهريج ده كان بيعبل لي مشكلة كبيرة جدا ليه بقى؟ يعني كان في مدربين كتير جدا انت حب ان انا هرج ويقولك بيلم اللعيبة واللعيبة بتخرج من الشدة وفي مدرب تاني يقولك لا انت كده بفوك اللعيبة فكان فينا بالنسبة لي بحب يعني الاودة بتاعتنا كريم يعني انا مثلا احكي لك موقف مثلا احنا كنا ايام الحج محمد ابو الصعود المعسكر اتقلب نار وانا بهرك في الاخر ايام الحج محمد ابو الصعود كنت قاعد انا وشوق السعيد كده وكان في وسطنا محمد الجلين المساك كان من اللعيبة ما اخدتش عزاها لعبة محترمة فعسام الحضر الامانة كنا همسافرين الجنة ومش لقين مش لقين طيارة الحضر بصراحة عمل تليفوناته بن اللعيبة ورح اجابنا طيارة بس كان ساعتها الماكسمن بتاع الاتم وكنا يوم جمعة او سبت مفيش البنوك قفلة كان ثمان تلاف جنيه في اليوم ومحتاجين عشرين الف جنيه دلوقتي عشان ندفع الفلوس والحضر رايح بنفسه ودفعه فقال لي معاك عشرين الف جنيه قلت له منين يا كابتن منت وشوق السعيد منين قال له ما معايش فجريني لسه جاي جديد محترم فجريني من نفسه وقال له كابتن انا ممكن اخوها قبلك في مدية ناصر يديك العشرين الف جنيه فقال له حبيبة جاء انت محترم فالحضر ميشي قلت له تستعجلت ليه ما تسكت العشرين الف تاخدهم من الحضر بقى السنة الجاي قال لي لا 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 ما خلق انا بقولها كده راح داخل وراه قال له كابتن انا اخويا مش هكلمت ومش غول قلت له يعني هو الحضر صغير معاك بعد ما يزبط فالدنيا تقلبت راح راح قال له ده احمد سمير اللي قال لي ايه ما تدركش فلوس فالحضر قال لي انت فيش فايدة فيك بتقعد تعذر هيمشوك من هذا عشان بتعذر فقال لي كنت بنامع الحضر في القودة قال لي تطلع تاخد شانتك تشوف قودة تانية اصلا فانا هصالح الحضر ازاينا بقى الحضري هقول له ايه فاجيله يمين شمال راح تدخل التليفون في القودة وداخل مكلم حد بتاع سمك وجمبري عندنا كده يعني ايه معروف فقلت له يا ابن انا معاكبت ان عصام يا ابن انا بقى سمعه بقى يا ابن انا معاكبت ان عصام دلوقتي فاكل السمك وجمبري كده حلوة فالحضر قلت له اتاكل ليه قال لي قلت له خلاص بقى انا اكل قال لي هو زعلان بقى طولي يلا بقى عشان السهلية بقى والسنجار والحاجات الحاجة دي فالحضر قال لي سيفن ضايت وجمبري اللي هو فهي دي خالص علي فانزلنا بقى بقى الحضر يمين بيحب الجلاني بقى يبص للجراني كده بقى عرف متعد فوق الجلاني انت قلت له ايه والمعسكر في اليوم ده ولع فالقصة تحس ان هي ايه خطيرة انا بحرج عادي بس ليها ابعاد تانية فدي انا كنت احب بحرج جبت له السمك ولا كنت ترفون ايه كده دي السيفن ضايت قبل السمك كبير اصلا فالحضر المشأ هو انا في سؤال كنت عايز اعطعك بيه بس عشان تحكي الموقع لا قول هو كابتن يا سامر حضر ما طفعش هولا عشرين الف جنيل ايه لأ ما احنا كنا ساعتها فما فيش حد ممس وعشرين الف جنيل جيبه احنا كنا يوم جمعة او ست فما فيش حد معاوه بعدنا كان الات ام اقصى حاجة في التوقيت ده كان الفين واربعتاشر كان تامن تالف جنيل في اليوم اتش تليين